الجمعية العمومية لها الحق الأصيل هتش يقدر أبداً يمنع الجمعية العمومية اللي يتجتمع ولا يقدر يمنع الجمعية العمومية في التصويت لأي قرار من القرارات سواء كان قبول أو رفض يعني في النهاية أنا دائماً مع الجمعية العمومية إعاقدي اجتماعك وقول لرأيك والله جات النتيجة بالتصويت على إلغاء دور المحترفين أهلاً وسهل جاءت النتيجة بتنظيم دور المحترفين خلاص قضي الأمر يبقى ده اختيار الجمعية العمومية ولكن برضو السؤال اللي أنا بطرحه وماذا بعد ما إذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع ما تجيش حضرتك نقول نلغي دور المحترفين وارجع أخلي الدور بدل ما كان 48 نادي أخليه وده اللي قاله الموانتس خدر إبراهيم النهاردة قال أرجع لدور 48 نادي يبقى ده معناه هوبط 12 نادي لأن تنظيم المسابقة في الحالة دي بيبقى حق أصيل للاتحاد المصري لقرة قادم كنحية فنية تمام أنا بتكلم بما يرضي لا خلينا بقى لو كل واحد دور على ما صحته الشخصية مش هنخلص لكن أنت جيت صوتت على دور المحترفين كجمعية عمومية ما أقدرش كاتحاد نصري حلص انتهت ده قرار جمعية عمومية شابو نجحهم في ذلك ما فيش حد يقدر تكلم لكن بعد ملغي الجمعية العمومية أو بعد ملغي أفوا الدور المحترفين لو تم من خلال الجمعية العمومية تقولي الدور اللي كان 48 نادي أخليه 70 نادي ولا أخليه 86 نادي ولا أخليه مش عارف كام ما ينفعش يبقى أنا كده ما بسعاش لتطور القرى المصرية يبقى أنا كده بسعى لمصالح خاصة مظبوط دي نمرة واحد نمرة اتنين هل إلغاء دور المحترفين هو اللي حيصدح حال الأندات الشعبية والأندات الجمعية ده اللازم ده اللازم ده اللازم أتكلم فيه يا جماعة أنا عجبني جدا بعض الكلمات النهاردة لما النابل حسين أبو أمر قال لازم الأندية الشعبية والأندية الجمهرية تبحث عن حلول جذرية لوجود موارد تصرف من خلالها ده اللي مفروض لازم يبقى فيه في قانون الاستثمار الباب الاستثمار في قانون رياضة حزم تشريعية تدي حقوق واجبة التنفيذ للأندات الشعبية والأندات الجمهرية تقدر من خلالها اللي هي تبني تعمل مشروعات تقدر من خلالها تطرح مناقصات تقدر من خلالها تدر أموال تبقى شركة كورة زي ما قال عندي عوار فيه إن أنا أجع من شركة الكورة جيب ثلاثة من خارج مجلس الإدارة قال لا لأن برضو الكورة هي الشو فلازم أنا كمجلس إدارة بيبعوز يبقى موجود فيه ده اللي لازم يتقال يعني ده ده اللي إحنا لازم نتكلم فيه أنا مع الكابتن عبد الحميد المصفى في كفر الشيخ لما قال محاسبة الاتحاد المصر ده حق أصيل للجمعية العمومية اللي أنت هتحاسب حضرتك من خلال الجمعية العمومية الإرادات والمصرفات ده حق أصيل تماما تماما لحضرتك ما حدش يقدر أتكلم فيه لأنا وأنا لو بره الاتحاد أقول لك حق ولازم نحاسب الاتحاد وجوه الاتحاد أقول لك حق لكن أنت لازم تحاسبني دخلت إيه وصرفت إيه لكن حضرتك شوف دعنا أقول لحضرتك أو بقى بالضبط أو حق أصيل لكن حرده على حضرتك في كلمتين برضو لما جيت حضرتك قل ويقولولي السفريات بيأخذوا بقتنا نقد إيه أقول لحضرتك أنت لما بتسيب بيتك وتطلع كرئيس بعثة بتأخذ حضرتك 29 دولار في اليوم 27 دولار في اليوم ده اللي أنت بتأخذه كتن عم حميد أنا برضو إحنا كلنا أصدقاء وكلنا أخوات فمش عاوزين التجريح يوصل بينا اللي إحنا نشكك في بعض أنا بقول لك على الهو بتأخذ حضرتك في اليوم 27 دولار كرئيس للبعثة يعني لو أنت قاعد برا كده روحت على كافية وبتاع هتصرف ضحفهم وحدك عارف هذا الكلام زي ما أنا دايما أقول لا يجرؤ واحد إنه هو يشكك في زمة الجامعة العمية ويقول اللي هم بيبيعوا نفسهم بك هذا لا وقلت إن أقل واحد وكلهم قامات كبيرة في الجامعة العمية قادر يصرف على محافظة بالكامل وبننزل في ضيافتهم وإحنا مرفوعين الراس لإنه كل واحد فيهم قادر لما يقول لك إيه أحسن بيجيبوا الجامعة العمية واللي كان بيتقال زمان كباب وكفتة تركوا عيب لما نقول على الجامعة العمية كده الجامعة العمية دي قامات كل واحد فيهم قادر إنه هو يصرف على محافظة بالكامل في عيب اللي إحنا نتهمهم بكده فأنت النهاردة تيجي حضرتك تقول لي بتاخد كم في السفرية باخد 27 دولار يا كتن عم حميد هم أدي اللي أنا بأخذ أنا ما باخدش بدل جلسات في الاتحاد المثل وقرة القدم ما باخدش جينيه في الاتحاد المثل وقرة القدم تحت أي بند من البنوت اللي جاني اللي كانت بتبقى معينة اللي من الاتحاد الدولي كانوا بيقضوا 33 دولار وخمس ثلاث دولار في الشهر وحضرتكم عارفين كده المجالس المنتخبة ما بتاخدش مليم لبدل جلسات وعندك الأوراق جوالاتحاد ممكن لحدك ترجحها لتاخد بدل جلسات ولا بتاخد بدل مواصلات ولا بدل مبيت مش حاجة من دي خالص بسافر بعربيت على حسابي مفيش إذا سافرت بره مصر زي ما قلتلك في بحثة رسمية وده قانون موجود تابع وزارة الشباب الرياضة مش أنا اللي حطه ده اللي منظم الشباب الرياضة الشباب الرياضة بتقول لك اللي بيسافر ده مش في تحاد القورة ده فأيه اتحاد اتحاد البسكت اتحاد الكاراتير اتحاد الهندبول اتحاد الألعاب القوف ايه اتحاد ده لايحة موجودة من قبل الشباب الرياضة فما نوصلتش ببعض اللي احنا زي ما أنا مقبلتش ان واحد يتكلم يقولك ان ممكن يبيع نفسه وبيش عارف لأ ده أقل واحد في الجمال وما كلهم قامت بقرار مرة تانية يصرف على محافظة بالكامل واحنا كعدم اجسدار بننزل في ضيافاتهم بنزل عندك في كفر الشيخ بنزل عند العمدة عدل الرسانة وعند ساعدة بسندوق أو عند حمد فرج أو بنزل في السعيدة عند الستيسة الشبساعد أو عند الحج رحمي وأنا ونرفع راسي وفي ضيافاتكم أنا بقولها على الهوى جمعية عمومية على العين والراس سأدعو الجمعية عمومية حاضر أنا عارف ما شو سقلت حاضر بأدعو الجمعية عمومية على العين والراس ومن حقك اللي أنت تعقد جمعية عمومية وتقول رأيك إما بالقبول أو بالرد وأنا أمتسل للجمعية العمومية لأن ده حق أصيل في الله